ارتضى جورج عبليني أن يعيش لمدينته ويتحمل مسؤولية سكانها فنجح خلال فترة ترأسه للبلدية بتدشين مشروع ريادي عدم النفع الأكبر على صحة وجيب سكان معاله الترشيحة اللي بمنع مرض السرطان بمنع الإشعاعات على الجسم رؤية أحسن للمواطن للإنسان اللي بقعد تحت لام بتلد بشوف أحسن سننتهي قريبا من جميع الشوارع في المدينة ثم المؤسسات العامة المدارس ورياض الأطفال وأكثر من ذلك أنا سعيد أننا نوفر المال وأيضا يمكن أن تقلل من انبعاثات غازات الدفئة إنه نجاح كبير بالنسبة لمعاله الترشيحة هذه المدينة بإضاءة شواريعها الجديدة أصبحت أكثر روعة وترشيدا لاستهلاك الطاقة التي نزفت ميزانية البلدية فتركيب نظام الإنارة LED كان له فوائد عديدة بحسب مهندسنا أشرف على هذا المشروع معلوة الترشيحة تستطيع أن توفر نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة ثانيا تقليص تكلفة الصيانة بخمسة أضعاف ثالثا تستطيع التحكم في الإضاءة بتخفيفها أو تقويتها وقت الحاجة معلوة الترشيحة مدينة تتميز باختلاط سكانها العربي واليهود وبوجود قرية عربية عمرها ثمانمائة عام لذلك يبدل جورج قصار جهده في الحفاظ على سماتها كما زيادة ميزة على ميزان جمالها كممثل وحيد في بلدية معلوة الترشيحة كنت في الفترة السابقة أنه قدرت أعمل وأحصل إشي لأهل بلدي على صعيد مادي، على صعيد بيئي، على صعيد صحي وترشيحة دائما في القلب هذا المشروع الريادي نال اهتمام المدن المجاورة وبدأت بلديات عديدة في دراسة جدوى تطبيق نظام الإيدي على شواريعها العامة فماذا سيكون الحال لو طبقت مدن العالم بأكمله هذا النظام؟ جورج ابن ترشيحة صمم على خلق كل ما هو أفضل لهذه المدينة موفراً بذلك 50% من استهلاك الطاقة على جيرانه وخلانه وبتطبيق هذه الإضاءة في الشوارع والمدارس فتح الباب أمام مشاريع تنموية جديدة من معلوة ترشيحة لليوم على الحرة مرام مصلح